الزعماء الثلاثة المؤسسون للحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج أعلنوا أنهم سيسلمون أنفسهم للشرطة داعين المتظاهرين والمعتصمين في الشوارع للعودة إلى منازلهم وأعلنوا أنهم يحترمون الطلاب وعزم المواطنين على القتال من أجل الديمقراطية وأضافوا نحن غاضبون من تجاهل الحكومة الحكومة التي تستخدمها روات الشرطة للحفاظ على سلطتها هي حكومة غير مقبولة ومن أجل سلامة حركتنا نحن الثلاثة نناشد الطلاب أن ينسحبوا بنيتاي وتشان كينمان وتويو مينغ أعلنوا أن استسلامهم هو التزام منهم بدولة القانون ومبدأ السلام ويأتي هذا الإعلان بعد مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة ليلة الأحد والتي أسفرت عن عشرات القتلى في أسوأ صدامات منذ بدء التحرك قبل شهرين